ننصح المرأة أنه الفحص المبكر للثدي لأنها هي حالتها الصحية وأنه على مد مستقبل أطفالها فهي لازم أنه تروح تسوي هذا الفحص الدوري يعني مبكراً تهتم بنفسها لأجل أولادها الثقافة الصحية ضرورية جداً خاصة نحن مجتمع التطور العلمي على قدم وساق وكذلك الأمراض التي نسمحها بين الفينة والأخرى إضافة أن هذا الموضوع مهم بالنسبة للمرأة أن تكون واعية بناتنا، أخواتنا، أزواجنا، أقربائنا لازم يكون عندهم توعية من الأمراض التي هي أمراض سرطانية الخاصة بالثدي طبعاً أنا أنصح لكل النساء أن يقومون فحص دوري وشامل للصحة من هذا المرض لأن هذا المرض يعتبر من الأمراض الشائعة والمنتشرة بهذا الوقت فأني أنصح بهذا الوقت تحديداً بهذا الشهر أن يقومون فحص شامل لهذا المرض أنصح كل إمرأة بالذهاب إلى أقرب مركز صحي وذلك لإجراء الفحوصات اللازمة الدورية كل ست شر أو كل سنة وذلك تجنباً لهذا المرض الفتاك ولعلاجه سواء كان في بدايته أو يعني تجنباً لأي مشكلة قد تطرأ على العائلة وما له من هذا المرض من السلبيات الصحة العامة هي مشكلة كبيرة كل إنسان لازم كل فترة يشيك صحته وبالتحديد المرأة لازم تشيك كل فترة صحتها خصوصاً هذا موضوع سرطان الثدي هو يعني علاجه مكلف ومؤذي وهذا يعتبر يعني مشكلة بالنسبة للأسرة بالنسبة للمرأة نفسها أنصح يعني كل إنسانة تريد حافظ على صحتها وصحت عائلتها لأن هي المربية العائلة وتعتمد عليها أن تجنب فحص دوري كل ست شهر أو كل سنة للسرطان الثدي للحفاظ على الصحة والحفاظ على صحة عائلتها والحفاظ على ديمومة هذه العائلة أنصح كل أمرأة أن تشيك كل ست شهر تروح للمراكز الاختصاص لهذا المرض وتشيك لازم وتشوف الطبيب شي يقول حفاظاً على صحتها وعلى صحة العائلة ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة